السلام عليكم انا زنوبية بغداد ارحب بكم قناتي زنوبية تشنال وحبيت اليوم احتي لكم على المفضلات العناية بالشعار وبنفس الوقت راح نحتي عن تجربتي ويا الشامبو فايتو فتابعوا ويايا الفيديو حتى تعرفون عليها اليوم بنات حبيت اسوي لكم ريفيو عن الشامبو فايتو اللي اسمه فايتو دينسيا وبعد الرفيو راح تتعرفون على مفضلات العناية بالشعار فراح ابدأ سريعا انا اخذت هذا الشامبو من مول منصور بسعر 20 الف دينار كان عليها تخفيض بينما هو سعره الاصلي 25 الف دينار يعني يطلع بحدود 20 دولار الشامبو هذا كميته 200 ملي 200 ملي هو مصنوع في فرنسا اسمه فايتو دينسيا لانه هذه الماركة به عدة انواع شامبوهات فهذا اللي اخذته فايتو دينسيا هو حسب ما قايلين عليه انه هذا يعالج الشعر الرقيق والضعيف والشعر اللي هو فاقد الحيوية وبيعدة مكونات مفيدة للشعر منها هيلرونيك اسيد ومنها عدة اعشاب او نباتات تفيد الشعر فالمفروض انه هذا الشامبو يعيد للشعر حيويته وينطي بوليوم وهذا هو الكلام اللي ذاكرينا على العلبة انا جربت هذا الشامبو ثلاث مرات وهذا رح اشيلكم عن تجربتي وياه اه بالبداية اني عفت غسلت شعري يعني الى ان توصخ يعني صارت اكو مثل الطبقة على فروة الراس لانه اني شلون اختبر الشامبو اذا كان الشعر نظيف فتركت شعري فترة يتوصخ وبعديا غسلت شعري بالشامبو اول مرة بعد ما غسلت شعري بهذا الشامبو اول مرة صدمت بالنتيجة انه فروة الراس بقت وصخة وقامت تحكني اه يعني الشعر نفسه صار ناشف وهايش وجاف ومتشابك هذه اول غسلة من هذا الشامبو فعفت الشامبو عفت فترة يعني عفت شعري همين يتوصخ فترة وبعديا رجعت مرة ثانية غسلت لاحظت نفس النتيجة بالمرة الثالثة قلت اني رح اغير طريقة الاستعمال فهمين تركت شعري يتوصخ يعني بس هالمرة غسلت شعري بهذا الشامبو وتركت على فروة الراس يعني تركت على الشعر وعلى فروة الراس الى انكملت الاستحمام وبعدين رجعت شطفة شعري بالمي بعد ما كملت لاحظت انه هو ما نضف لي فروة الراس 100% انه هو فروة الراس عندي قامة تتحكني يعني ما عرف شينه سبب لي خلي فروة الراس تتحسس لانه هو بيها هيدرونيك أسيد فالمفروض انه يكون الطف على الشعر ثميا لاحظت انه شعر الاطراف ناشفة ونوعا ما متشابكة بس التشابك مو مثل اول وثاني مرة لا كان اقل شوية فهذا اول ما غسلت شعري انتظرت ثاني يوم الثاني يوم لاحظت بعد ما ينشف الشعر اكو مرات شامبوهات مرات اكو انواع شامبو بعد ما ينشف الشعر بالثترة تلاحظون انه مفعولها يبدي شوية شوية يبين فثاني يوم لاحظت انه الاطراف الشعر ناشفة وانه هي مثل يعني بالضبط مثل اللي صايرة كريسبي يعني شون اللي ناشفة بحيث انه هي ميبسة هذا بالضبط الاحساس اللي ملمس الشعر يعني هذا ملمس الشعر اللي لاحظته ثالث يوم لاحظت انه هو بدأ الشعر يتحسن يعني اكو تحسن بالشعر وخلص يعني هذا هو اللي صار عندي من لاحظته من الشامبو رجعت قرية النشرة اللي موجودة بداخل اللي يعني بداخل الباكيت وهس رح اعوفلكم طريقة الاستعمال اللي مكتوبة بالنشرة تظهر على الشاشة حتى تشوفوها المكتوب على النشرة واللي انا ما قرأت الطريقة من البداية انه هذا الشامبو لازم تغسلين شعره بيه مرتين المرة الاولى تغسلين وشطفين والمرة الثانية تركين على فروة الراس وعلى الشعر حتى ينطي مفعول طيب هذا الشامبو كميتة ميتين ملي واني ما خدت بسعر يعني السعر الاصلي 20 دولار اذا انا اريد اجرب الطريقة مالتهم اللي هي مكتوبة على العلبة اذا بالحالة انا الشامبو هذا ما راح يكفيني غير 4-5 غسلات والنتيجة هي مول الشعر اللي اقدر اقول عليه انه بهرني يعني هذا الشامبو او انه انا انطاني فد فوائد للشعر يعني ما موجودة ما شفتها بغير مكان لا النتيجة عادية جدا فاذا انا ما عجبني هذا الشامبو يعني انا طلعته حشيت عنه لان انتي هسا تشوفين ريفيو عنه وتقولين انا اريد اجيبه واجربه فاني اقول الشيء يعني مقدما اذا انتي حابة تجربينه فهذا الشامبو مو اقتصادي لانه انتي لازم تغسلين شعر اش مرتين وكميته موت شبيرة كميته يعني قليلة 200 ملي وما راح ينطي ينطي نتيجة يعني الشعر اللي احنا مثل ما نقول يعني الشعر اللي نحلم به لا نتيجة عادية هذا الشامبو انا ما عجبني وما راح ارجعش تاي مرة ثانية وبصراحة ما انصحكم به لاملية ومسرعة وممكن النتيجة اللي حصلتها من هذا الشامبو احصلها من اي شامبو عادي من لوريال سعرها سبع ثلاث دينار فلوش انا اخسر 20 دولار مقابل نتائج عادية طبيعية ممكن اي شامبو ينطيني اياها من الغسلة الاولى فلهذا السبب انا هذا الشامبو ما عجبني وما انصحكم به وهذه هي خلاصة تجربتي مع هذا الشامبو وهذه خلاصة تجربتي وياه فاني حبيت اطلع واحشي عنه ودفس الوقت بنات يعني اريد اوضح شغلة انه مو كل المنتجات الغالية هي منتجات زينة لا اكو منتجات عادية منتجات رخيصة متوفرة بالاسواق وهاية احسن منها بسه راح اعرفكم على مفضلاتي للعنام بعد ما حشيت عن شامبو فايتو تجربتي وياسر راح احسي لكم عن احسن شامبو انا جربته لحد الان هو من ماركت مارك انتوني هذا الشامبو انا اخدته قبل سنوات طويلة وحتى اخدته بسعر رخيص يعني بس عشر تلاف دينار فاااا طبعا انا الموجود عندي هذه العلبة اللي دا شوفوها هي علبة البلسم مالتا لانو انا العلبة الشامبو يعني ما موجودة عندي اللي هو نفس الشكل البلسم بالضبط يعني هو نفس العلبة بالضبط بس هذا مكتوب عليه كونديشينار هذا مكتوب عليه شامبو الشامبو هذا بنات هو بزيئة الارغان وهو خالي من مادة السلفات وبيه هواي مكونات زيانة مفيدة للشعر من احسن ما يكون الشامبو هذا من احسن ما يكون يناعم الشعر ينطي لمعة يحيي الشعر ينطي حياة يعني ينطي الشعر بيه صحي لامع بيه حياة بيه نشاط فالشامبو هذا من احسن ما يكون قدرتوا انه تحصلونه فاخذوه جدا رائع هذا الشامبو هو حتى البلسم مالتا واذا ما قدرتوا تحصلونه او شفت منتجات لهذه الماركة اللي ماركة مارك انتوني فاخذوا من عد هذه الماركة كل الزينة منتجاتها كل الزينة فهذا الاحسن الشامبو جربت آني لحد الان من الاسف هذا ما موجود الان بالاسواق اتمنى انه هما يوفر الشامبو الثاني اللي هو من المفضلاتي ومن شامبو بلانتور هذا احسن شامبو لتساقط الشعر او لعلاج تساقط الشعر مع التونيك مالته الشامبو اصلا هذا سعره رخيص يعني سعره بس 17000 دينار وهو متوفر الان بالاسواق العراقية وموجود منه للشعر الضعيف للشعر المسبوق لانواع الشعر يعني بدأ يتوفر منه لانواع الشعر طلعت ريفيو كامل عن هذا الشامبو ما رح اكرر الكلام لانه الكلام طويل عنه فراح اترك الريفيو بالايكارد او بصندوق الوصف حتى تشوفونه اذا حبيتوا تتعرفون على مميزاته فادخلوا على الريفيو شوفوا راح تعرفون كافة المعلومات عنه وهسا راح نكمل على باقي المنتجات الموجود عندي هو ماسك الشعر انرجي اني طلعت ريفيو كامل عن هذا الماسك احسن ماسك موجود الان بالاسواق من وجهة نظري لانه مكونات مادة طهر فروة الراس وبيئة عشاب سويسرية مفيدة للشعر وسعره بس 8000 دينار فعني مثل ما نقول او المثل حار ونكسب ورخيص عندي هميا هذا علاج الشعر اللي هو من ماكسي عشرة في واحد هو بالحقيقة هذا مو علاج للشعر بنات بس هذا فالمنتج يسرح الشعر اذا انت موظفة وعندش مسئوليات ومعندش مجال انه انت قعدين يسوي حمامات كريم للشعر او عناية للشعر فهذا اللي راح يسوي مجرد انه انت يتخليين على الشعر بعد الاستحمام يسرح الشعر وينعمه ويفك التشابك حلو جدا من هاي الناحية يعني حاجة عملية وسريعة فلهذا السبب انا خليت بالمفضلات لانه انا احب المنتجات اللي تطيني نتيجة سريعة يعني ما احب اطول خلق وابقى فترات طويلة لا احب الشغلات العملية السريعة وهميا من مفضلاتي منتجات الشعر من لوريال هواية منتجات موجودة عند لوريال رخيصة ومتوفرة بالاسواق ومن احسن ما يكون سواء شامبوهات او حمامات كريم او علاجات للشعر يعني انا جربت من عدها انواع وكلها عجبتني هي قسم يعني من عدها ما موجودة هسا عندي بس منتجات لوريال بنات احسن منتجات للشعر يعني توفر عليت انه انت تدورين او تشترين منتجات غالية فاخذي من لوريال كل الزيانة هذا كل ما يخص اليوم الفيديو عن مفضلاتي لعناية بالشعر اتمنى ان يكون عجبكم واخيرا اقول اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات اذا عجبكم فيديو اعملوا لايك وتابعوني على مواقع التواصل الظهر على الشاشة واللي تلقون رابطة في صندوق الوصف تحياتي لكم وشكرا